اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانه في الاردن بحتيش احكي على كل السفارات بس السفارات الاردن او سفارات الاردن في كل العالم تتحمل نقل جثمان اي اردني الى الاردن بشرط واحد انه اهله يطلبوا الجثمان اعتقد هذا هو الشرط الوحيد وطبعا ما يكون عليه اي قضية في الدولة يعني ما تكون جريمة قتل لا سمح الله واشي زي هيك لانه الموضوع بكبر وبتصير فيها تحقيقات وتشريح للجثة وامور زي المهم لما تواصلنا مع السفارة وصالنا تم التواصل مع السفارة طلبوا اسمه طبعا لما عملوا بحث البيانات في قاعدة البيانات اللي عندهم ما وجدوا الاسم لو عندهم الاسم هذا كان على السريع ارفوا الاسم اتصلوا في اهله سألوهم هل عندكم مثلا ولد عايش في مونتوريال او اشياء وكذا كذا كذا وطبعا بلغوهم الخبر وبلشت الاجراءات اسرة لكن اضطروا انهم يتواصلوا مع الداخلية والداخلية تتواصل او مع الخارجية وريفر المهم مشا الموضوع اخذ يومين الحمد لله لقوا اهله والله يرحمه وصبرهم ويغفر له هلا همية التسجيل في السفارة يا جماعة مش بس في موضوع انه لا سمح الله صار معك لا سمح الله تم اعتقاله لا سمح الله تم اي شيء السفارة المسؤولة عنك هي اللي بتحدد او بتساعدك في وجود حل لموضوعك كتير ناس بتستقل في هذا الموضوع انا فاهم خاصة ان احنا مثلا في ناس انا ما بدي اصلا اتواصل مع سفارتي ولا بدي انا هارب من دولتي خاصة اللي جايين لجوء في ناس بيحكي لك هذول السفارات بلموا عننا بس معلومات وتفر يا جماعة الموضوع كتير كتير حساس خاصة هذا الشب يعني اللي فهمته انه ما كان بيعرف حدا من الشباب الاردنيين غاد فما حدا يعني عارف عن قصته ما حدا فاعرف عنه شب لشب 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 طلع اخر شي اللي بيعرفه واحد جزائري فالله يرحمه بالنسبة اننا الكنديين طب هل في الحكي هذا نعم موجود الكندا ما بتنقل الجثث اللهم بتبلغ اهلك اذا صمح الله صار اشي واذا بدك تنقل الجثث بتنقل على حسابك الخاص واذا صار مشكلة في الدول الثانية كندا بتدافع عنك لكن عندك شرطين لازم تكون مهمة الشرط الاول انك تكون مسجل في شغلة موجودة على الويبسايت تبع الوزارة الخارجية اسمها travel registry canadian ادخلوا على بس جوجل اكتبوا travel سياحة سياحة سفر registry registration اللي هي تسجيل canadian بطلع لك هذا الموقع بطلع لك خيارين بتسجل انت عدش رايح كم المدة اللي قاعد فيها هالرايح اقامة هالرايح زيارة لا سمح الله صار ماكيش خلال هاي المدة على السريع بلاقوا عنوينك بلاقوا الناس اللي ممكن يتواصلوا معهم زوجتك ولادك اهلك اهلك ابوك امك وريفر بحاولوا انهم يشوفوا شو الموضوع شو المشكلة شو الاسباب بتنحل كل الموضوع بكل سهولة هاي مشكلة لازم كنا ننتبه لها و نسويها للأسف 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 كتير ناس بتحمل هذا الموضوع ولما توقع الفاس بالرأس زي ما بيحكوا نبدأ نحكي ليش ما سوينا وليش ما فالوقايا خير من ايش قنطاري علاج حبيت بس اشارككم بهذا الفيديو المهم جدا وان شاء الله ندعو مرة تانية بالرحمة للشاب وبدعو كل واحد يسجل في السفارة الكندية هلا بنحكي احنا كنديين هون معظمنا يروح يسجل في السفارة الكندية في حال سفروا او انتقالوا لأي مدينة اخرى السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد